السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أخبارنا الفلكية عن انتقال الشمس من برج الثور لبرج الجوزاء وهذا بيعني أنه بداية عيد ميلاد موليد برج الجوزاء فمنقول لكل موليد برج الجوزاء كل عام وأنتم بكل خير إن شاء الله طبعا الشمس الساعة 12.59 دقيقة من بعد ظهر يوم 22.05 بتوقيت جرانيتش طبعا رح ينتقل تنتقل الشمس من الثور للجوزاء ورح يظل موجودة في برج الجوزاء لساعة 58 دقيقة من مساء يوم الخميس بتوقيت جرانيتش لا ينتقل الشمس بعدها لبرج السرطان طبعا معروف إنه الجوزاء برج هواي معناته انتقال الشمس لهذا البرج بتمنحنا طاقة فكرية كبيرة وطاقة بالحركة بتعطينا نشاط غير معتاد وبتمدنا بالرغبة في التغيير تجعلنا أشخاص شوي منكون فضوليين نبحث عن أجوبة لكل شيء أو منبحث عن كل شيء بدور حولنا برضو بتنمي فينا شعور قوي بما يتعلق بالتمرد والعصيان أو الحرية ما بنكره الروتين بشكل كامل منحب برضو الخروج عن القواعد أو القوانين منبذ الروتين بكل معاني يعني طبعا هاي الطاقة الإيجابية أكثر الأشخاص اللي رح يستفيدوا بالفترة القادمة ورح يشعروا بالطاقة هم وليد برج الجوزاء اللي كان شوي عليهم مش شوي هو كثير كان في ضغط بالفترة الماضية عن مستوى الصحي والنفسي والأحداث اللي بتصير حواليهم والخسارات والضغوط لأنه كانت الشمس موجودة في بيت المتاعب الآن الشمس بدها توصل عندهم طبعا مش سحر إنه فورا هي مجرد ما دخلت موليد برج الجوزاء كلهم بدوا تتحسن الأمور عندهم ولكن تدريجيا يعني كل ما بيجي عيد ميلاد شخصية بداية سنة الفلكية بتبدأ الأجواء تتحسن من دخولها أساسا الشمس للجوزاء هو فيه تحسن بصير طفيف ولكن كل ما أجي عيد ميلاد شخص بتبلش هو اللي يشعر بالتحسن يعني موليد أول يوم من الجوزاء مش زي موليد آخر يوم من الجوزاء يعني الأول هو بشعر بالتحسن بالبداية والآخر آخر واحد بشعر بالتحسن ولكن إجمالا بتظل فترة أفضل من الفترة الماضية بيستفيد مع موليد برج الجوزاء طبعا بالبداية اللي هم موليد الأبراج الهوائية اللي هم الميزان والدلو بعديها بصير الأبراج النارية اللي هم الحمل والأسد والقوس طبعا أضعف أشخاص بالتأثيراتهم موليد برج القوس لأن الشمس بتكون موجودة مقابلهم ماشي بتعطيهم إيجابية ولكن بيكون في ضغط شوي على نفسيتهم تقلبات صحية ضغطات بالعصبية يعني بتزيد عندهم شوي بالفترة طبعا رح نوصل لها إن شاء الله بالتأثيرات على الأبراج بالنسبة للشمس معروفين ها الصفات الأساسية لما بتكون سعيدة بتعطينا الطموح والصراحة تفاؤل جراءة كرم نشاط القيادة الاستقلالية ولكن لما بتكون منتحسة نذكر في التوقعات اليومية إنه اليوم الشمس منتحسة مثلا فاعرفوا إنها هي بتركز على الغرور على الأنانية على الدكتاتورية والتحكم بالغير والعصبية الحادة اللي هي فرض السلطة فهاي من السلبيات عشان نحدد إنه هي بالفترة القادمة رح تكون أغلبها إيجابية ولا سلبية ونعرف التأثيرات طبعا ما منركز على موضوع إنه والله الشمس بالجوزاء أو أي كوكب موجود في البرج بيته أو شرفه أو وباله أو مش عارف إيش دائما الزوايا هي اللي بتحدد النسبة الأكبر يعني 80% من 70% لـ 80% من كل التأثيرات هي اللي بتتحكم فيها الزوايا يعني ممكن يكون الكوكب موجود في شرفه أو في بيته ولكن كل وجوده رح يشكل زوايا سلبية مع الكواكب الأخرى فكيف بده يكون سعيد فإذن لازم نشوف ونسمع الزوايا عشان برضو نعرف التأثيرات القادمة كيف رح تكون بالنسبة للزاوية الأولى رح تكون يوم 22-5 طبعا تأثيراتها بدأت من يومين تقريبا يعني من يوم 18 إلى يوم 20 وبعدين 22 ورح تستمر تأثيراتها إلى غاية يوم يعني منقدر نحكي إلى يوم 27 بنعطيها خمس أيام اللي هي ذروة هاي الزاوية الزاوية هاي بما أنها زاوية تثليث فهي بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما أنه بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا بتمنحنا مواهب إبداعية وحب مغامرة والحاجة للمسؤولية وهي مناسبة للعلاقات مع المحيط وخصوصا العلاقات الاجتماعية والمعارف والأصدقاء وبرضو بتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إيجابية رح تكون زاوية إقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون يوم أربعة ستة طبعا تأثيراتها بتبدأ قبل بثلاث أيام وبتستمر ثلاث أيام بعد هذا التاريخ يعني بتوجه نظر أو تعطينا طاقة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة وبتزيد من جاذبيتنا وبثير الطاقة الحب والمواهب الفنية والإبداع وهي مناسبة أيضا للنزهات والتجديد والتسلية والترفيه وممارسة الهوايات ولكن على الحب والعلاقات العاطفية بتكون أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية صعبة شوي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين زحل هاي الزاوية رح تكون يوم تسعة ستة طبعا تأثيراتها بتبدأ قبل بخمس أيام وبتستمر خمس أيام بعد هذا التاريخ بتخلق مصاعب وعرقي اللي بتحتاج منا لنبذل جهد أكبر والتصميم والإرادة لتجاوزها بتجعلنا أنانيين قاسيين عنيدين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا وبتعمل نوع من أنواع الإنعكاس أو الإنقلاب في أوضاعنا علينا مراقبة صحتنا اللي بتكون مهددة بالإرهاق أما دوليا فهي بتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة واضطرابات في البورصة وقلة اهتمام الحكومة بدور العجزة أو المتقاعدين أو الفلاحين أو عمال المناجم طبعا في دولة ما مش شرط أنه أنا بذكر بلد معين ولكن برضو من سلبياتها أنه في تضييق خناق أمني على شعب ما أو على شعوب مثلا كما أنها بتزيد من نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية راح تكون ذروتها يوم 14-6 طبعا تأثيراتها قبل بثلاث أيام وبعد بثلاث أيام بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي كان صعب علينا إنه نفهمه بالفترة الماضية وبتزداد التوجه لإجراء الاتصالات أو التنقلات أو السفريات الضرورية وبتجلبنا الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح بمثال تتعلق بالامتحانات أو النجاح أدبي أو مشاريع حالية يجب علينا التركيز أو تركيز مجهوداتنا على أهداف محددة وهذا الاتصال غير مناسب إذا كان طبعا عطارد أو الشمس منتحسي رغم هذه الزاوية فدائما عملية السفر بتكون بحاجة للتدقيق والانتباه على الطرقات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون في آخر يوم لوجود الشمس في برج الجوزاء عشان هيك تأثيراتها بتكون في الجوزاء وفي السرطان الزاوية هاي رح تكون ذروتها يوم عشرين ستة طبعا تأثيراتها قبل خمس أيام وبعد هاي الزاوية بخمس أيام تجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خياله بعيد عن الواقع من ميل لا تتبع أحلامنا ومشاريعنا الخيالية بتصير في نوع من أنواع التعقيدات في حياتنا ونوع من أنواع الفوضى والاضطراب وممكن ننميل لحل مشاكلنا باللجوء للكحوليات أو الأدوية أو المخدرات يعني منتهرب من الواقع أو من الحدث بالهروب لأي شيء ممكن يغيبنا عن الحدث وممكن بعض الأشخاص يتعرضوا لتوعكات صحية غامضة دوليا بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل بالقطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر أو أمور تتعلق بالبحار يعني تفجير خطف أشياء من هذا القبيل وبرضو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات أو طوفان مثلا وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وبرضو بتدل على ارتفاع أسعار النفط أو المياه طيب هيك إحنا عرفنا الزوايا وعرفنا أنه فيه خليط ما بين إيجابية وما بين سلبية والزوايا البطيئة مع الكواكب الكبيرة هي اللي تقريبا رح يكون فيه له تأثيرات بالفترة القادمة خلينا نشوف طيب إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج بالفترة القادمة ونأخذها برج برج طبعا بتسمع برجك تسمع طالعك وبتشوف الاثنين واحذر من الاثنين لحد ما تشوف أنت طبيعتك ماشي بأي اتجاه تأخذ البرج أو تأخذ الطالع برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا وجود الشمس رح يكون في البيت الثالث لا إلك فهنا بعطيك القدرة على التعامل مع المجتمع مع الأصدقاء تعطيك قوة ووضوح وصراحة ممكن تبدأ بعلاقات صداقة متينة أو تعزز علاقاتك السابقة بطريقة جديدة ومختلفة طبعا الأجواء داعمة لك بقوة تعطيك تنقلات اتصالات حوارات ممكن سفريات أو حتى اللي عندهم امتحانات بيكونوا مبدعين ولكن بسبب الزوايا من قول ما تعتمدوا كثير على الحضوظ رغم أنه فيه إيجابية بالفترة القادمة هاي أفضل الفترات للي بدهم يبدأوا دراسة أو بدهم يهتموا بالسيارات أو بالتكنولوجيا أو بالتسويق أو بالتجارة المحلية وبإمكانكم تعزيز العلاقة مع الإخوة يعني الأجواء تقريبا حتى على المستوى العاطفي بتدعمكم بشكل كبير برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا الشمس راح تكون موجودة في بيت المال اللي هو البيت الثاني لإلك فعشان هيك هنا بتبدأ المسائل المالية هي اللي بتشغل فكرك أكثر شيء فممكن تحقق إنجازات رائعة على المستوى المالي وتجيك فرص مالية نشاط وحيوية وممكن إنك تحقق أهداف مالية والحصول على أي شيء بتفكر فيه بس بده شوية جهد أنت بالفترة هاي بتكون سيد المسئولية ممكن تنتقل من سكن لآخر هاي فترة يعني تعطي برضو بعض الحلول سداد بعض المستحقات أو بعض الدعم القارجي أو ممكن الدخول في معاملات مالية زي بنوك أو مصارف أو البدء بمشروع مالي يعني كلها تقريبا تتركز على المال ولكن في الفترة السلبية حاول إنك ما تغامر بأمور البورصة أو الأسهم أو التجارة الغير مضمونة وحاول إنك تتأكد من صدق الشخص اللي بدك تشاركه أو اللي بدك تبدأ معه مشروع وقلل من مصاريفك برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا راح تمنحك الشمس الحيوية والنشاط وبتستعيد ما اللي كنت بتفتقده بالفترة الماضية طاقة إيجابية بتعود أمورك الصحية للأفضل بتسلط عليك الأضواء بتستفيد من مكانتك أو بتحدد مكانتك أو بتفرض مكانتك على الغير لكن حاول إنه ما تنغر وما تخدعك مظاهر الأشياء بشكل كبير حاول إنك تتركز بشكل عميق بكل شيء إن كان بالأشخاص، بالأحداث، بالعروض، بالأعمال اللي بتنعرض عليك أو بشيء بدك تبدأ فيه راح تهتم بتطوير مواهبك، كتابة، إبداع وإظهار قدراتك الفكري لكن هاي القدرة تطلب منك التركيز والفهم والبحث والمعرفة كما إنه طاقتك العالية راح تفتح مجالات واسعة إلك لعلاقة جديدة أو تعزيز علاقة صداقة أو حب أو تبدأ بشيء جديد برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا هو مواليد برج السرطان هم أكثر المتضررين بالفترة هاي لأنه دخول الشمس لبيت المتاعب يعني بداية الغربال أو بداية فمرحلة اللي بترمي كل السنة عباء السنة الماضية هاي اللي مرت عليك من عيد ميلادك السابق للآن كل الأشخاص اللي كانوا ضارين في حياتك كل الأصدقاء اللي ما إلهم داعي كل الأشياء اللي كانت مزعجيتك كل الأفكار السلبية اللي عندك كل إشي أنت مش بحاجته لأن هاي فترة الغرب يعني بتمسكها وبتزدتها لأنها ما رح تكمل معك للسنة الجاي تستغلها بهاي الأمور عشان تبدأ سنة بكل طاقة وتنسى الماضي أما بالنسبة للعمل على مستوى العمل ممكن فرص على مستوى شركات كبيرة دولية أو مطاعم أو مستشفيات اللي المؤسسات الخدماتية ولكن اللي بيشتغلوا بشكل روتيني بالفترة هاي برضو بيستفيدوا بشكل قوي حاولوا أنه ما تبدأوا بشيء جديد وما تقرروا على شيء لحد ديتما الشمس توصل لعندكم العمل الروتيني هو المطلوب وبرضو حاولوا تنتبهوا على صحتكم من بعض التأثيرات وابعد عن إلقاء اللوم على الآخرين لأنه الوضع الفلكي هو اللي بيأثر بشكل كبير برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا الشمس رح تكون موجودة في البيت 11 اللي له علاقة بالنشاط الاجتماعي وعلاقاتك مع الأصدقاء ابتمنحك الشمس الموجودة في الجوزاء قدرها على الإقناع وطرح الأفكار وتقبلها من قبل الآخرين حسب مجال عملك ممكن يكون فيه نوع من أنواع المساعدة أو الدعم من الوسط المحيط فيك وممكن تحقق كثير من الأمور طبعا بدك تنتبه إنه هاي الفترة صحيح إنه أنت رح تتعرف على أشخاص جدد أو تبني وتعزز علاقتك ببعض الأصدقاء ولكن بالفترة هاي فيه كثير من الأشخاص أو الأصدقاء أو المقربين حواليك رح يطيروا رح يودعوا رح يتنتهي العلاقة معهم لأنه رح تكتشف كثير من الأشياء من هدول الأشخاص وتنهي العلاقة معهم لأنه بكونوا عبئ عليك أو ممكن يكون سوء تفاهم فعشان هيك حاول أنك تكون مرن وتتقبل الأمور بأريحية تامة وحاول أنك ما تدخل بإصدار قرارات بدون ما تراجع نفسك العلاقات الاجتماعية هي أكثر الأشياء اللي رح تستفيد منها فممكن تستفيد من بعض المعارف كعلاقات أو داعمين لإلك يعززوا مكانتك أو يساعدوك بتجاوز ضغط معين برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا هنا وجود الشمس رح يكون ببيت السمعة بيت السمعة صحيح أنه دائما إحنا منحذر منه أنه تشويه السمعة والأمور اللي تتعلق بالقضايا والسجون والمشاكل ولكن برضو بيت السمعة بعطي ترفيع وترقية منصب عمل جديد تحسين الوضع للأشخاص اللي بيكونوا ملتزمين أو بيستحقوا هذا الأمر حتى على مستوى الشهرة ممكن يشهر ويرفع سمعتك ويخليك من الناس المؤثرين ولكن الأشخاص اللامبالين والمغامرين والمجازفين هذولا بيشوهوا سمعتهم بتصرفاتهم هذا أول أمر الأمر الثاني برضو هذا المجال بيعزز علاقتك بالمسؤولين بالعمل عشان هيك ممكن تحصل على ترقية أو ترفيع ولكن الخلافات مع المسؤولين ممكن تنهي عملك الأمر الأهم حاول أنك ما تتهرب من عملك حاول أنك ما تتقصر بدوامك أو بالتزاماتك أو بإنجاز أعمالك ابعد عن المغامرات والمجازفات قدر الإمكان احذر من التوقيع لأوراق المهمة لأسيما المالية وعليك التدقيق بشكل جيد بكل التفاصيل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هاي أنسب فترة لموليد برج الميزان إذا كانوا بدهم يدرسوا دراسات جامعية مثلا أو بدهم يسافروا للخارج أو بدهم يتمموا أوراق إقامة أو هجرة أو معاملات هاي فترة ممتازة حتى على مستوى الاستيراد والتصدير على مستوى التجارة على مستوى الكتابة الكتاب الشعراء اللي بيشتغلوا بمجال الروحانيات كلهم بيستفيدوا حتى تعزيز العلاقة مع الأجانب أو الزواج من أشخاص من خارج البلاد فهي بتدعمك بشكل كبير عشان هيك هاي فترة مميزة للسفر للدراسة للحب لكل شيء حاول تستغلها ولكن بدك تنتبه أنه في بعض الزوايا بتعمل خلافات بعكس اللي أنا بحكيه يعني ممكن انتهاء علاقة مع أجناء شخص خارج البلاد ممكن تخسر عملك إذا ما دققت بالتفاصيل وكنت عقلاني اترك العواطف لأنك أنت شخص عاطفي اترك العواطف وفكر في عقلانية أكثر طبعا لا تنسى أيضا أنه يعني الطاقة الموجودة هاي بتعطيه قوة روحانية عالية جدا والحدث بيكون عالي جدا عندك برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا رح تكون الآن يعني كانت فترة الضغط بالفترة الماضية لأنه كانت الشمس موجودة مقابلك تماما الآن انتقلت للبيت الثامن طاقتك بتزيد أكثر صحتك بتتحسن أكثر هدوء عندك بصير أكثر بتصير عقلاني أكثر مش أي شيء بيستفزك حاول أنك ما تترك هاي الفترة تضيعها باء لأنها هاي فترة تتعلق بالأرباح المالية اللي عادة بتيجي من شراكة من زوج من زوجة يعني شراكة مالية وعاطفية وأيضا تعويضات مادية ومستحقات يعني ممكن تيجيك من بنك ضريبة مسألة قديمة قضية ميرات أشياء من هذا القبيل وأيضا الأموال المنقولة اللي برضو إلها دور كبير أو مثلا بيع عقار أو استئجار عقار أو العمل بالعقارات أو بالبنوك أو المؤسسات المالية الفترة هاي جيدة لكل الأمور حتى العلاقة مع الأبناء وأفراد الأسرة الشمس رح تعطيك القدرة على المناورة ولكن بدكوا تنتبهوا إنه في بعض الأوقات ممكن أشياء بسبب الزوايا تستفزك وهذا بتكون عندك بعض العصبية حاول كون هادئ تماما كون صادق دون مبالغة وكون يعني بعيد عن القسوة في أشخاص ممكن يحبوا يتقربوا لك في هاي الأيام ويدخلوا سرور البهجة لقلبك أهمش إنك تتحكم بها أحداثك ولا تحكم على الأمور بتسرع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا أنتوا رح تستفيدوا من جانب ولكن بدكوا تنتبهوا من جانب آخر لأن الشمس الآن رح تكون مقابلك تماما فهاي تعتبر من ناحية إيجابية أفضل الفترات على الإطلاق ليش؟ لأنها بتعيد كل الأشياء لنصابها الصحيح العلاقات العاطفية تحدد العلاقة هاي بدها تستمر معك زواج ارتباط بدك تنهي العلاقة يعني هنا ما في حل وسط أنت بإيدك الخيار أنك تأخذ يا استمرارية يا قطع العلاقة إن كان زواج أو علاقة حب الآن بإيدك المسألة أنك تحسمها بهاي الفترة لأنها هاي أكثر فترة داعملة إلك الأجواء والظروف بتجعلك متسرع أو متوتر أحيانا الحوار مع الشريك أفضل الطرق لحل الأمور بدون عصبية وبدون تحديات حاول أنك يعني عندك قدرة على الإقناع ولكن تشتت الطاقة عندك أو العصبية عندك ممكن تخرب عليك عشان هيك لازم تضبط أعصابك وما تدخل بأي نقاشات حدي أو حوارات حدي دا استثني العصبية شيلها حطها على الجنب وخلي العقلانية هي اللي تشتغل معاك صحيح أنه في منك أشخاص ممكن يبدأوا بشراكة جديدة شراكة عمل أو شراكة زواج مثلا أو أمور إلها علاقة بالشراكات إجمالا أو تستعينوا ببعض الأشخاص لمساعدتكم وهي فترة ممتازة للتفاهم ولكن زي ما حكينا حاول أنك تظهر قدرتك الحقيقية على التواصل الخلاق والأفكار الحقيقية بدون عصبية وفرض الرأي برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا وجود الشمس رح يكون في البيت السادس لإلك يعني هنا رح يكون فترة مليئة بالعمل المشاغل أو الشغل المتراكم وبتحس أنه الوقت مهما كان في مجال لكنه ضيق وبيدركك كل يوم ما بتقدر تتمم كل أعمالك حتى أنه ممكن يا تنقل أعمالك للبيت يا إما تضطر للعمل وقت إضافي أكثر السبب أنه بالفترة هاي كثير من موليد برج الجدي بيمسكوا بالأعمال الغير ضرورية وبحطوا كل طاقتهم عليها فبتتراكم الأعمال الضرورية عشان هيك لازم تفصل أنه لازم أتمم الأعمال الضرورية بعدين أنتقل لعمل آخر هذا أول أمر اثنين الطاقة الصحية عندك ممكن تعطل عليك بعض الأمور تشعر بالتوعكات أو ببعض التعب أو يكون عندك مراجعات طبية أو عمليات جراحية أو دخول مستشفى طبعا مش كل موليد برج الجدي بعض موليد برج الجدي ممكن يشكو من هاي الأمور والبعض الآخر بتكون صحتهم ممتازة طبعا على حسب الزوايا اللي بتتشكل عندهم بخارطتهم الفلكية ولكن الأهم أنك العمل وأيضا ممكن يجيك عرض عملي جديد أو تبدأ بعمل جديد ولكن لا تنقل لعمل آخر قبل ما تتأكد بالعقد من الشركة بالأمور تماما خلص بدك تتوقع وقعت بتنقل على عمل آخر بتستقيل من الأول ولكن تستقيل وتنتظر على أمل أنت بتكون خسرا الأمر الأهم حاول أنك يعني تبعد عن المشاكل وخصوصا مع زملائك بالعمل برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا يعني لا شك أن وجود الشمس في بيت قوي جدا بالنسبة لإلك هذا البيت الخامس بيدعمك بالحضوض بيدعمك بالعواطف بالحب بالعلاقة مع الأبناء مع الأحبة بيكون في أفراح في مناسبة ممكن يصير حدث قريب منك أو بداخل بيتك أو بعائلتك كخطبة زفاف ميلاد مولود جديد أو تزييم بيت أو ديكور أو تهتم بنفسك أو تجميل أو يعني كل الأمور الرائعة حتى الفترة هاي ممتازة لممارسة هواية أو الترفيه أو حتى تعزيز العلاقة بحب أو بداية حب جديد طب ولكن لا تفرض سلطتك أو سيطرتك على أحبائك هاي نقطة وحاول قدر الإمكان تكون مرن وتستغل الفرص صحيح أنه في بعض الأمور الممتازة ولكن لا تنسى أنه في زوايا سلبية زوايا سلبية ممكن تعطيه عكس كل اللي أنا ذكرته يعني ممكن تخسر حبيب بسبب العصبية أو فرض الرأي أو يفهمك بشكل خطأ ممكن يكون بدل المناسبة صحة أحد أفراد العائلة مثلا ولكن كلها تتعلق على المقربين على الأحبة عشان هيك يا علاقتك مع الأحبة والأحداث بتكون مريحة جدا يا علاقتك مع الأحبة واللي حواليك أنت بتسرعك بفرض سلطتك بإهمالك للمسؤولية بتقلب الحياة جحيم بهذا الشهر فعشان هيك حاول تستغله لراحة بالك للمكاسب اللي بتيجي من كثير من المجالات برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا وجود الشمس في البيت الرابع يعني شيء له علاقة بالبيت والعائلة والعقارات هذا بشكل عام إذن هاي فترة ممكن تستاجروا بيت جديد أو تشتروا بعضكم بيت أو حتى تعمل صيان لبيتك أو تهتم بمسائل عائلية كمناسبة أو أفراح أو حدث معين ولكن إجمالا بتكون الأجواء يعني ممتازة أفضل من الفترة الماضية بتعود تدريجيا لشكلها الطبيعي ممكن التقاء في أحد أفراد العائلة ممكن شخص من برج الحوت مسافر يكون خارج البلاد ويرجع لبلد الأم أو ممكن موضوع يتعلق بحل مسألة تتعلق بكساد عقار مش قادر تبيعه أو مثلا أمور تتعلق بمشكلة صارت معك أنه أنت اشتريت عقار والعقار مش إلك أو كان نصبي عليك ممكن تحل هاي المسألة فأيذن هي مسألة بتفتح كثير من المجالات على المستوى العائلي والعقارات فعشان يحاول تستغلها الأشخاص اللي بيشتغلوا بالعقارات بيستفيدوا بشكل كبير كبيع وشراء أو ترويج أو تحسين أو تصليح ولكن حاولوا قبل التوقيع على عقود إذا بدك تشتري بيت تتأكد من العقد من الشخص اللي بدي بيعك تتأكد من كل الأوراق عشان ما ينتصب عليك هاي أهم نقطة في الموضوع لأنه النصب بهذا المجال عليك بيكون كبير هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة